اضحية الاطفال وحرصهم على غرس المفاهيم الإيجابية في نفوس أطفالنا وحثهم على التضحية بما يحبون لما لهذه القيم من أثر طيب في تنشئة الأطفال حيث يقوم الطفل بزراعة نبتته في سلة صغيرة تعرف بالقفة ويظل يراعيها حتى تكبر وتينع وفي يوم عرفة يتوجه إلى البحر ليارميها اطفال البحرينية تزينون في هذا اليوم بالزي الشعبي والابتسامة تشرق على محياهم وخطواتهم تتسابق لرمي أضحياتهم على شبط البحرين مرددين أهزوجة الحيبية هذه الأطحية التي اعتنوا بها طوال الفترة الماضية وقبل رميها يناجونها بكل حب فيضع قليلا من الأرز الأبيض بداخلها ويرمونها في البحر طال عمرش الوالد من ربيتنا على أساس أن الياهل اللي ليلة العيد قبل ليلة العيد أو الشي نربيه هذه هل فيه قفوة نسميه نحن قفوة نحط فيه شعيطة العمرش ونخليها قبلها بسبوع ترويه ونضحي به مثل ما يقولون يعني فكسعادة للإنسان هالياهل لها الفغير وسعادة لنا كبار فكرة الحيبية اعتقاد قديم متجدد فمهما طرأت عليه التغييرات إلا أنها لا زالت تحتفظ بطابعها الخاص خصوصا وأن الأسر البحرينية لا زالت تحرص على القيام بها بشكل سنوي حيث تتجه برفقة أبنائها إلى شط البحر لرمي الحية على اعتبار أنها أضحية الصغار فتعليم الطفل التضحية بما يحب من أجل غيره يعد مبناء أساسيا من مبادئ ديننا الحنيف فيرميها الطفل بكل سرور ويودعها اعتقادا منه بأن السمك سيفرح بأكل هذه النبتة قبيل غروب شمس يوم عرفة يجتمع أطفال البحرين على شط البحر ليضحوا بنبتتهم التي أحبوها ومنحوها الوقت لتنمو وتكبر فرحين بأضحيتهم الصغيرة بحجمها والكبيرة بمعانيها خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر